نشرت صحيفة The Intercept الأمريكية تقريراً يتحدث عن خطة طوارئ للحرب وضعها البنتاجون الأمريكي من أجل مواجهة إيران في السنوات المقبلة وأنها يعاد طرحها في الوقت الراهن وقالت الصحيفة إن الجيش الأمريكي خصص ميزانية للإنفاق على عمليات الطوارئ السرية المتعلقة بخطة حرب إيران وفقاً لدليل ميزانية البنتاجون السرية الذي يسرد برامج الطوارئ والبرامج الخاصة التي راجعتها الصحيفة ووفقاً للصحيفة فقد تم تمويل خطة الطوارئ في عامي 2018 و2019 في الوقت ذاته أجرى الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني تدريبات دفاعية مشتركة لمحاكاة هجوم على مواقع نووية وعسكرية في البلاد وقد غطط التدريبات ثلثي المجال الجوهي الإيراني رزمایش امسال و این روزها، این شبها در شراحات کاملاً واقعی در مناطقه که میتواند مورد تمه دشمنان باشه و برابر سنارئوهای محتمل تحدیدات احتمالی دشمنان این تمرين و این رزمایش واقعی داره انجام میشه من جانبه قال رئيس هيئة العمليات في الجيش الاسرائيلي عدد باسيوك خلال ندوة في معهد دراسات الامن القومي قال ان ايران ليست مشكلة اسرائيل فقط فهي تشكل خطرا على امن واستقرار المنطقة باسرها واضافة للتهديد النووي يرى باسيوك ان انتشار الطائرات المسيرة وانتهاك حرية الملاحة الدولية في المنطقة عاملان اضافيان لخطر النظام الايراني كما اشار الى انه على مدار الشهر الاخير حاولت ايران مرتين استهداف قطع بحرية في البحر العربي وفشلت وهي تقوم بذلك من خلال الطائرات المسيرة التي تستخدم في حرب اوكرانيا وروسيا ايضا ويرى باسيوك ان الصراع قد يصل الى نقطة لا عودة من القاهرة ينضم الينا الدكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير مجلة مختارات ايرانية في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية اهلا ومرحبا بك سيد ناجي ماذا عن التقرير الذي صدر عن مجلة او صحيفة انترسابت الامريكية بما يخص خطة الفنتاجون اهلا وسهلا بك يعني هذا التقرير يعكس طبعا ان الادارة الامريكية والولايات المتحدة الامريكية الآن تضع الخيار العسكري كخيار اخير لادارة خلافاتها مع ايران واضح ان الادارة بدأت تراجع موقفها مرة اخرى من ايران وعقب تعصر المفاوضات النووية في فيينا الى جانب طبعا الدعم العسكري الايراني لروسيا في حرب اوكرانيا وبالتالي بدأت ترى ان الخيار الدبلوماسي او المفاوضات مع ايران بدأ يضعف تدريجيا خصوصا مع تطور انشطة ايران النووية ووصول مستوى التخصيب الاربعة وثمانين في المية كل ذلك يطيح الكولب ان الادارة الامريكية الآن لم تعد تستبعد الخيار العسكري وان كنت اعتقد انها ما زالت ترى ان هذا الخيار ربما يكون هو الاخير في حالة ما اذا فشلت كل الادوات الاخرى سواء العكوبات او المصاري الدبلوماسي المتعسر حاليا نعم هل من الممكن ان يكون لهذا التقرير او لما نتج عن دراسة البنتاجون له علاقة بما يقوم به اليوم الايرانيون الجيش والحرس الثوري من تدريبات طبعا لو لاحظنا المسألة فيها نوع من محاولة مراقمة قدرات عسكرية من جانب ايران ايران تعزد قدراتها العسكرية بشكل كبير منذ ايام قليلة اعلنت عن انتاج صاروخ كروز بمدى 1650 كيلو قبل ايام ايضا اعلنت عن قاعدة جوية تحت الارض ربما استعدادا لتسلم طائرات مقاتلات سوخي 35 من روسيا ايران تطور برنامجها النوعي والصاروخي بشكل كبير وهذا معناه ان نحاول موازنة الحضور العسكري الامريكي في المنطقة او توجيه رسالة الى الولايات المتحدة الامريكية ما فادها ان لديها الكدر على رفع كلفة اي عمل عسكري قد تتعرض اليه وهذا ايضا يرتبط بما قاله المسؤول الاسرائيلي فيما تعلق بمحاولات ايران استهداف مصالح اسرائيلية ايضا لرفع كلفة العمليات الامنية التي تكون بها اسرائيل داخل ايران وكان اخرها الهجوم على منشأة اصفهان التابعة لوزارة الدفاع في اواخر يناير الماضي كان هناك حديث ايضا للصحيفة ذاتها بان عملية التمويل هذه للبنتاجون او الدراسة التي اجراها البنتاجون لتمرير خطة الطوارئ فيما يخص حرب ضد ايران بين عامي 2018 و2019 الى حد الان لم يصبح ضرورة القيام باي عمل عسكري خاصة بانه معد له دراسات سابقة تجاه ايران يعني لو لاحظنا ايضا التقرير يوشيل انه الخطة ربما تعد لسنوات قادمة وبالتالي ربما هذا يتوافق مع ما كنت في البداية بانه الخيار العسكري وان كان مطروح من جانب الادارة الامريكية فهو ما زال خيار مؤجل هو الخيار الاخير لتسويت الخلافات مع ايران او دفع ايران الى اجراء تغيير في موقفها وسياستها متشددة في الملفات الخلافية المختلفة النووي والصاروخي الى جانب طبعا الانخراط في الحرب الروسية الاوكرانية لكن في كل الاحوال انا اتصور انه مثل هذه التقارير تعكس تصاعد حدة التوتر بين ايران والولايات المتحدة الامريكية لانه الخلاف لم يقعد بين طهران وواشنطن منحصرا في البلنامج الناوي رغم اهميته بالطبع انما بدأ يمتد الى اولا حضور ايران الاكليمي الذي يستهدف مصالح امريكية في دول مثل العراق او سوريا او غيرها ويستهدف مصالح حلفاء في المنطقة ثانيا برنامج الساروخي المتطول لدى ايران ثالثا واخيرا هو الدعم العسكري الايراني لروسيا في الحرب الاوكرانية الذي تستخدم روسيا في تدمير البنية التحتية الاوكرانية في الفترة الماضية والذي ربما ترد عليه روسيا بتقديم دعم عسكري تقني لايران في المرحلة القادمة من خلال مقتلات سوخوي 35 التي قد تغري ايران باتخاذ مزيد من الاجراءات التصاعدية في المنطقة خلال المرحلة القادمة نعم كنت معنا دكتور محمد عباس ناجي ابقى معنا سنعود ايضا الى نفس الملف ونتابع معك في سياق هذه النشرة ذكرت مجلة مختارات ايرانية في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انه من المحتمل ان توقع ايران والدول الغربية على اتفاق نووي مؤقت ينص على وقف الانشطة النووية الايرانية عند مستواها الحالي مقابل عدم رفض عقوبات غربية جديد او فرض عقوبات على ايران وتقليص مستوى العقوبات المفروضة عليها وربما يتضمن ايضا الافراج عن بعض الاموال الايرانية المجمدة في الخارج نعود الى ضيفنا محمد عباس ناجي للتعليق على هذه الخبر الصادر عن مجلة مختارات ايرانية في مركز الاهرام ما طبيعة هذا الاتفاق وكيف يمكن ان يطبق على الارض ولصالح من سيذهب اولا هذا التقرير يستند الى تقرير ايرانية وايضا غربية تتحدث عن امكانية الوصول الى اتفاق مؤقت شبيه بالاتفاق المؤقت الذي توصلت اليه ايران وقوة مجموعة 5 زائد 1 في نوفمبر 2013 قبل الاعلان عن الاتفاق النووي الحالي في يوليو 2015 الهدف الاساسي من الاتفاق المؤقت المقترح هو الوقف التصعيد الحالي بين ايران والولايات المتحدة الامريكية بمعنى ان ايران تتوقف عن انتاج مزيد من الايرانيوم المخصف بنسبة 60% مقابل ان تتوقف الدول الغربية عن فرض مزيد من العقوبات على ايران وايضا ربما الافراج عن بعض الاموال المجمدة لايران في الخارج في الفترة القادمة ايضا الهدف من ذلك هو منح الفرصة لايران اولا لضخ مزيد من النفط في الاسواق العالمية ربما تستفيد منه الدول الاوروبية وتنخفض بمكتضاء اسعار النفط وفقا طبعا للتقارير التي ربما تدعم هذا الخيار في المرحلة القادمة انا اتصور ايضا ان ربما التقارير الغربية التي تتحدث عن ذلك ربما تعكس محدودية الخيارات المتاحة امام الدول الغربية في التعامل مع التطور او تصعيد النووي الايراني الحالي الدول الغربية جربت خيار العقوبات ولم يؤثر على موقف ايران بل ايران اندفعت الى تطوير بنمجها النووي بهذا الشكل الخطير ايضا جربت المصاري الدبلوماسي وايضا تعصر بسبب الخلافات بين طهران وواشنطن والان هناك الخيار العسكري بكل ما يواجهه من عقبات او تحديات في المنطقة في ظل الظروف الدولية والحرب الروسية والاكرانية وغيرها وبالتالي ربما يكون هناك تفكير لدى الدوائر الغربية في مقابلة ايران مؤقتا في منتصف الطريق عبر الوصول الى اتفاق مؤقت قد ينشئ ظروفا جديدة تهيي المجال للوصول الى اتفاق اكثر استدامة على غرار اتفاق عام 2015 مع طبعا شرط استعاب التطورات الجديدة في البرنامج النووي الايران ولكن اذا كان مطلب الدول الغربية في هذا الاتفاق الجديد ان تتوقف او لا تزيد ايران عن تخصيب اليورانيوم على الذي وصلت اليه الان فهناك معلومات تشير بانها وصلت الى ما يقارب تمكينها من صنع قنبلة نووية عن اي نسبة يتحدثون وهل من الممكن القبول علنا بالستين بالمئة من التخصيب لا اعتقد انها تقبل علنا بالستين بالمئة بتخصيب لكن هذا اصبح امرا واقعا سواء وافقت عليه الدول الغربية او رفضته ايران في النهاية نجحت في الوصول الى هذا المستوى من النشاط النووي الخطير المهم في ذلك هو انه لكي اوضح ما جاء حتى في تصرحات امريكية بالامس ما يتعلق بامكانية ان تصل ايران الى انتاج القنبلة في ظرف 12 يوم المهم ان ايران بالفعل جمعت الان من المواد الانشطرية ما يمكن ان يساعدها في الوصول الى مرحلة انتاج القنبلة النووي لكن هذا ليس نهاية المطاف لان ايران في حاجة الى تقنيات اخرى لكي تصل الى هذه المرحلة ما زالت تفتقرها حتى الان مسألة انتاج المفكر النووي مسألة انتاج رؤوس حربية نووية انا اعتقد ان هذه التقنيات ما زالت ايران في مرحلة بداية منها وبالتالي ستستغرق مزيدا من الوقت هذا معناه انه ليس شرطا ان تصل ايران الى مرحلة انتاج القنبلة في ظرفة ايام بالعكس ان اتصار انها ما زال امامها مزيد من الوقت اللي كي تصل الى هذه المرحلة